حذر وزير الخارجي البريطاني ديفيد لهمي نظيره الإيراني بالإنابة على باقر كني خلال محادثة هاتفية من أن أي اعتداء إيراني ستكون عواقبه مدمرة كما دع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الرئيس الإيراني إلى بذل كل ما في وصعه لتجنب تصعيد عسكري جديد لا يكون في مصلحة أي طرف كما قال الرئيس الفرنسي إنه يتعين على إيران أيضا أن تتعهد بمطالبة الأطراف المزعزعة للاستقرار الذين تدعمهم بممارسة أقصى درجات ضبط النفس كما حظ ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في اتصال هاتفي على تجنب دوامة عمال انتقامية من شأنها تعرض للخطر شعوب المنطقة واستقرارها تحت مظلة عملية شيدر المخصصة لمحاربة داعش في سوريا والعراق تصدت بريطانيا لهجوم إيران على إسرائيل إبريل الماضي والذي كان في سياق الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي على القنصرية الإيرانية في دمشق ولبريطانيا قاعدة عسكرية دائمة في قبرص يستخدمها سلاح الجو الملكي في طلعاته العسكرية لعملية شيدر كما وهناك مقاتلات سلاح الجو في قاعدة العديد في قطر وقاعدة المنهاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة وقاعدة المصنع الجوية في عمان أما القوات البحرية البريطانية فتتمركز في البحرين بشكل أساسي فضلا عن عدد محدود من القوات البريطانية في دول خليجية أخرى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يعمل مع نظرائه على خفض التصعيد في الشرق الأوسط ولكن بريطانيا جاهزة لأي اعتداء عسكري فمع تصاعد التوتر وبعد هجوم السابع من أكتوبر وسعت الحكومة البريطانية نتاق عملية شيدر لتضع قواتها العسكرية المتواجدة في الشرق الأوسط على أهبة الاستعداد تحسبا لهجوم جديد على إسرائيل أو أي من حلفاء بريطانيا في المنطقة مثل الأردن والعراق ترجمة نانسي قنقر